بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذا قراءة للمنظومة الملاذية في نظم السيرة المعاذية سيرة الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه إمام العلماء ومعلم الناس الخير من نظم العلامة الكبيرة ببك العدنين مشهور نفع الله به آمين بسم الله الرحمن الرحيم المطلع القرآني للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون المطلع النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك فقال معاذ بأبي أنت وأمي إني لأحبك فقال صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبري كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهو أبو ذوب رقم 2020 المطلع الأبوي إن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشكين كان يعلم الناس الخير وكان موطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم قاله الصحابي الجاية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تاريخ دمشق المامة عساكر يا ربنا صل على خير الوراء يا ربنا صل على خير الوراء وآله وصحبه الأطائب اللهم صلي وسلم وبركة عليكم على آله المقدمة المقدمة الحمد لله الكريم الواهب مهي الأسباب بالمواهب ثم الصلاة والسلام ما بدى بدر أضاء الكون في الغياهب على النبي المصطفى وآله وصحبه على الطريق الصائب وهذه منظومة شعرية نظمتها لكل حب راغبي يحب طه المصطفى وآله وصحبه وجملة الأقارب مجردا عن الفضول والوثى لا يربط التاريخ بالكواكب من غير حيف أو ميول نحو ما أصاب بعض الناس في المذاهب ضمنتها سيرة مبعوث الهدى معاذ خير صادق مصاحبي أرسله خير الأنام داعيا وقاضيا وقائما بالواجب في اليمن الميمون يدعو أهله لمنهج الإسلام بالرائب أركبه القصوى تطوي للفلا أنعم بها من ناقة وراكبي أوصاه أن يفتي بما علمه وباشتهاد الرأي في المصاعب وقال يا معاذ تلقى حرجا من اليهود في سؤال جانبي فاحزر جواب الأمر واذكر لفظه مفتاح باب الجنة المطالب شهادة التوحيد مفتاح الرضاء حجتك الكبرى على المخاطب حياه ربي وجزاه ما جزاء مبلغا عن النبي العاقبي قد نال بالإبلاغ أعلى غبة وحاز أعلى الفيض والمراتب ربنا صلي على خير الوراء وآله وصحبه الأطائب اللهم صلي وسلم وبرك عليه وعلى آله ميلاد معاذ رضي الله عنه ونشأته وإسلامه وبعض مناقبه ميلاده بطيبة الأطائب من خزر جي الأنصار خير الصاحبي أبوه يدعى جبلا وأمه هندا ومات ضمن عصر ذاهبي نشأته أرض العوالي حيثما أم له عشت على المضاربي تزوجت منهم بعيد أنقضى والده الجد بن قيس الخائبي وحافظ الله معاذا وحامى حياته من شر غر كاذبي إسلامه على يد مأمونة لما أتى مصعب خير ذهاذبي لما أتى مصعب خير هاذبي وعمر الثمان فوق عشرة حاز المعالي بالثناء الواجبي وشهد البيعة في أصحابه بمكة في عام حج صاخبي وبايع المختارة هو مفعم بالحب والتقدير للعواقب وعاد نحو طيبة ممتلئة ببيعة عزت على المواريبي معاهدا أصحابه وركبه في كسر أصنام الفريق الخائبي ومثله الشباب ممن أسلموا واستعصموا بعزمة المحاربي وجادلوا أحبار في عنادهم وقادت اليهود كم من راهبي من كذبوا بالمصطفى من بعد أن قد بشروا بعهده المناسب يا ربنا صل على خير الورى وآله وصحبه الأطايبي اللهم صلي وسلم وبرك عليه وآله معاذ بن جبر رضي الله عنه بعيد الهجرة المباركة وهجرة المختار كانت مظهرا ما مثله في عالم التجاذب واستقبل الأنصار طه المصطفى بما يليق بالمقام الواجب أخى النبي بينهم مستبشرا ليظفروا بأفضل المناقب معاذ قد أخى ابن سعود الفتى قرأه القرآن ذا الغرائب ولا زمن نبي في حياته في حضر أو سفر ركائب وأحد القرآن ممن أخذوا وعلموا القرآن بالتعاقم وقال فيه المصطفى أعلمكم بالحل والحرام في المراتب وكان يفت في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم دقائق العلم بفهم ثاقب وهو الفتى المقدام في قضائه وصاحب العلم الغزير الواصب وقد أتى من غزوة مشهودة إلى تبوك في نصوص الكاتب قال النبي لمعاذ راضيا بخم بخم فاسمع وكن مصاحب بالله إيمانا ويوما آخرا مع الصلاة بالحضور الواجب والتعبد الله ولا تشك به تنال ما ترجوه في العواقب ورأس هذا الأمر في شهادة لله معطي الفضل والمواهب وهو للرسول خير من قد جاءكم بالعز والنص المكين الدائب قوام هذا الأمر في صلاتنا وفي الزكاة للفقير الشاحب كذا الجهاد ذروة الأمر الذي يغسلنا من جملة الشوائب وكم له رواية مخصوصة في فقه علم الساعة المناسب وكما حديث رواها لم تزل في ديننا وسيلة التحابب كما استدان المال كي ينفقه في الله لله الكريم الواهب حتى أقام الغراماء حجة عليه في الدفع الذي من واجب فخص صوتها بما يكسبه من حكمه في اليمن المناسب يا ربنا صل على خير الغراء وآله وصحبه الأطائب اللهم صل وسلم وبرك عليه وآله ابتعاث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن في عاش الأعوام من هجرة من أرسله الرحمن وغيث الطالب وابتعث الحب معاذ واليا وداعيا لنشرع من واجب في يمن الإيمان من حيث بدأ القلقى مولى حيث سير الراكب وادعاه المختار في رحلته يوصيه بالحسنى وفعل صائب وحثه على الذي من شأنه ينفعه في جملة المطالب في علمه وحلمه وصدقه ونشره للدين بالتحابب وقال يا معاذ إن عدت غدا فربما لم تلقني يا صاحبي فلم يزل يبكي معاذ لوعة على الفراق في الطريق الذاهبي وسار مأسوف نواري حزنه تعينه الذكرى على التجاذب يدعو بصدق في الطريق بعدما لقى اليمانيين لقى اليمانيين في تجاوب حتى بدى على السكون مشرقا حتى بدى على السكون مشرقا ومثلها سكاسك العصائبي بجند التاريخ ألقى رحله ملتزما أمانة التخاطبي يدعو إلى الإسلام في حصافة ويشرح الأحكام في تناسب وسلم الكتاب أشرفا لهم من خير خلق الله في الأعاربي يقول فيه قد بعثت نحوكم من خير أهلي فاسمعوا المصاحبي وأول الأعمال شاد مسجدا ولم يزل أعجوبة العجائب على المدى مصدر خير وعطى ورمز دين الله في المذاهب ومنه مد الخير في من حوله من البلاد مثل غيث واصب يجول في الأطراف وهو واثق بربه يقبل كل تائب يا ربنا صل على خير وراء وآله وصحبه الأطائب اللهم صلوا وسلم وبركة عليه وعلى آله بعض أعمال وعذب جمعا رضي الله عنه باليمن وتأسيس جمعة أول رجب من أول الأعمال فيما ذكروا أو فيما ذكروا مساجد لكل شعب عاشب شهد معاذ في طريقه ولم تزل تذكرة للراغب نجران فيها مسجد باسمه وصعدة من حيث أمس ذائب وفي ربا صنعاء شهد مسجدا غير الكبير جامع العجائب وفي ذمال وسمال قبنى بقرية الضربة المواظب وقبنى في حوالي خمسة من الشهول للمصلي التائب أسسها وغادر الأرض التي بناه فيها للإمام النائب آخرها مسجد في جند الخيرات ثاني جامع المواكب وقاموا بالتشييد أهلهم بانوا الأسواد أهل الخير والتجاوب وقبني في عهد طه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمري في المبرك المناسب بأمري في المبرك المناسب أكملهم في رجب من عامه وأمهم في جمعة الرغائب من أول الشهر الحرام بعدما دعا إلي جملة العصائب من كل فج حضروا وباركوا واحتفلوا بأسه المناسب وأحضر اليهود في مجلسه وسألوا مسألة المشاغب فقال قد أخبرني محمد بقولكم فاستمعوا تراتب مفتاح باب جنة الخلد اقتضى شهادة التوحيد يا مخاطبي فأسلمت يهود في يوم الرضا وكان يوما مفعم الغرائب وصار هذا اليوم حفلا دائما ومستمرا عاقبا بعاقبي ولم يذل في عصنا مجتمعا يشهده القصاد بالركائب يا ربنا صل على خير الورى وآله وصحبه الأطائب يا الله ما صل على السلام وبركاته وعلى آله ظهور فتنة الأسود العنسي باليمن وفتنة الأسود جاءت مثل ما قد قال عنها سيد الحبايب صلى سمع بهالة العنسي في خماره قد ادعى وحي الإله الواهب ومارس السحراء على أدباعه وصحبه وجاء بالعجائب فتبعوا وارتضوا نصاته فحارب الأطراف بالكتائب في أرض نجرانا إلى أن خضعت وابنو مسيك الحازى في الجوانب مبتعدا عن فتنة القطيرة قد سفكت دماء كل عاقب حتى أتى صنعها فاستحوذها وقاتل العامل قتل الكالبي وافتتنا الناس به وأوغلوا في الافتتان بالفسيق الواقب أما معاذ فتولى جانبان في حضر موت حيث صون الذاهب وقيل ولا لسا كون بعدما بنا ببنت منهم في الآيب والتزموا في البقاء بينهم حتى أتاه الأمر بالتحارب وقام أمر المسلمين جملة واتفقوا على قتال الكاذب وكان للفرس الذين حكموا صنعاء دور في اشتثاث الخائب إذ أسهمت زوجته في قتله سرا بقصر الحكم في الغياهب وأخبر المختار صبح قتله بما جرى للأسود المغالب وقد رأى المختار ما أهمه في نومه من فتنة الأعارب كذاب نجد وكذا العنسي في صنعاء فيما جاء من غرائب بالنفخ طار من ذراع يده فأول الرؤيا بنصر ضارب سبحان ربي من كفاه شرهم قبلا وبعدا في ذور المضارب يا ربنا صل على خير الوراء وآله وصحبه الأطائب الله ما صلي وسلم وبرك عليه وآله وفاة رسول صلى الله عليه وسلم وعودة معاذ رضي الله عنه إلى المدينة وذهابوا إلى الشام كانت وفاة المصطفى مصيبة نعظم بها من أكبر المصائب حلب بها في كل أرض فتنة واتطلب الناس اضطراب القارب وبلغت أغبار موت المصطفى صلى الله عليه وسلم سمع معاذ فرتمك الناحب وعزم العودة إلى بلادي في حج عام العشر بالنجائب ولقي الفاروق في الحج فما تحمل المشهد باك النادب وبعد أن حج واد فرضه لطيبة عاد بقلب واجب وزار قبر المصطفى مرتجفا سمقطع القلب أسيفا الجانبي ومرت الأيام وهو عاكف بجانب الحجرة في تجاذبي ولم يزال في طيبة مستسلما مسلما لله في المصائب واستأذن الصديق في خروجه مجاهدا للشام ويرناكبي فقام فيها جاهدا مجاهدا مستبسلا بهمة المحاربي وكان فيها مرجعا ومفتيا وراويا علم حديث جاذبي حتى أتاه الموت بعد حقبة بالأردن الميمون في الجوانبي بالشاطئ الأئمن في أور الندى على طريق النهر في المضاربي بعلة الطعون داء وابتلا في عام عمواس المميت السانبي يا ربنا صل على خير الوراء وآله وصحبه الأطائب اللهم صل وسلم وبركه وعلى آله الخاتمة والدعاء حمدا لرب ختمها وابتدا سبحانه المبدي معيد الذاهبي من هيأ الأسباب لاجتماعنا على طريق الصدق في التحابب لله فيما قد دعا لعقده من جلسة محمودة العواقب قوامه الذكرى لفان عمره في خمة الإسلام خير صاحبي معاد مفت الدين بل قاضيه من نال أعلى غاية المراتب سألت ربي رحمة تخشاه في برزخه كغيث مزن ساكري تندي ثرام القديب ويث يا حسن ومعنى في مزيد دائب يا ربنا يا ربنا يا ربنا واجزي معاذا فضل منح واصبي وانظر إلينا ربنا في جمعنا نظرة هد ترتقي بالراغب وتصلح الأحوال فالحال اقتضى أن نشتكي من كثرة النوائب وانظر إلينا ربنا في جمعنا نظرة هد ترتقي بالراغب وتصلح الأحوال فالحال اقتضى أن نشتكي من كثرة النوائب هذا الزمان قد تعد حده في الجور والظلم المقيت الضارب حكما وعلما واقتصادا فاشلا أو ذابنا في جوح لضب سارب وفتنة في علمنا وديننا مع الدعا والسعى للكاذب ومرت العوام في أوطاننا جهلا وفسقا فوق وعي خائبي والحال لا يخفاك يا مولى الوراء والحال لا يخفاك يا مولى الوراء قل النصير في المحيط الصاخبي ارحم إلهي أنت من ترحمنا واقبل إلهي توبة من تائبي ها قد عصينا واكتست أعضاؤنا رانا المعاصي بالسواد الحاجبي واختل ميزان السلوك بيننا في غمرة الإسفاف والتناكب من ذا يعيد الأمر في نصابه وينقذ الهلكاء من التواثب أنت المرجى يا كريم قم بنا واكشف صروف البغي والتضارب واجمع قلوب المسلمين حيثما كانوا وحلوا من ذور المضارب واسق الجذوب والقلوب بعدما أضحت يا بابا عرضة المثالب وهدي الذرار حيث ترضى هديها مستذكرين عزة المناقب في من مضى من أمة مرحومة نالت هدى بالفتح والمواهب يا من يقول كل ما ترضى به كوّل لنا مندوحة المطالب نرجوك رزقا وأمانا سائدا والحفظ للأبناء والأخارب من شر ما تقضي وشر فتنة علب بأهل العلم والمذاهب واستنوق الشيطان منا واستنوق الشيطان منا وعينا ذما ودما في صراع جانب حتى نسينا كل ما يعزنا من أمرنا ضد العدو الغاصب يا رب هل من نفحة تنقذنا يا رب هل من نفحة تنقذنا من خدعة الفئران والثعالب طال المدى في الاعتداء حتى بدى عين الردى في حاضر وغائب طال المدى في الاعتداء حتى بدى عين الردى في حاضر وغائب وختمها حمد وشك دائم من هل مزن من حياة السحائب مع الثبات والهبات والرضا منًا وفرًا دون عد الحاسب واختم لنا يا ربي بالحسن أمتال ما حان نزع الروح من رواجبي يا ربنا صل على خير الولى وآله وصحبه الأطائب اللهم صل وسلم وبرك عليه وآله اللهم صل وسلم وبرك عليه وبرك عليه وحمن بعض الخلقك ولضاء نفسك وزنة عارشك وذك إماتك إلهي نجني من كل ضيق فانت إله هنا مولى الجميع وهب لي في المدينة مستقر ونزع ثم دفنا في البقيع وإخلي وليه ولدي ومشيخ المسلمين آمين